ترأس غبطة الكاردينال بيرباتيسة باتسبالة بطريرك القدسي للاتين القداس الإلهي السنوي لجمعية مار منصور في القدس بمشاركة الأب أمجد صبارة كاهن رعية القدس وعددا من الكهنة والقناصل والمؤمنين وفي عيضاته أشار غبطته إلى التغيرات التي أحدثها القديس منصور في حياة الكنيسة والمجتمع حيث لم تكن هناك فرص للنساء لتكريس أنفسهن لخدمة الله في الميدان وحينها أدرك القديس منصور بأن للنساء موهبة خاصة في خدمة المحتاجين مما شجعه على تأسيس جمعيات خيرية تحت رعاية أخوات بار منصور واختتم غبطته مشيرا إلى الأوضاع الراهنة وقال لقد واجهت منظماتنا تحديا كبيرا في الفترة الأخيرة ونشعر أنه لا توجد لدينا القدرة الكافية لتلبية جميع الاحتياجات معربا عن شكره لجميع المحسنين والداعمين ودع في الختام إلى أهمية الوحدة في مواجهة التحديات